اهلا بكم جميعا في اليوم الثاني لورشة عمل تطبيق المحاسبة على برنامج قيود راح يكون اليوم استكمالا لما توقفنا عليه بالامس حيث انه امس تطرقنا الى نبثة عن برنامج قيود والتعريف به ومزاياه ثم انتقلنا الى البرنامج فتعرفنا على لوحة المتابعة بعد كذا تطرقنا الى الاعدادات وكيفية التعديل على الاعدادات او عمل الاعدادات العامة وتسجيل هوية المنشأة من لوغو او شعار والاسم وغيره تعرفنا على طريقة تصميم الفواتير والفارق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة تعرفنا على طريقة اضافة المستخدمين والمواقع ايضا تعرفنا على طريقة اضافة شروط الدفع والحقول الاضافية واخر شيء كان اللي تعرفنا عليه هو المهام والمشاريع اليوم راح يكون عن المنتجات والتكاليف احنا راح نتكلم عن قسم المنتجات والتكاليف بالكامل راح نتعرف على طرق اضافة المنتجات راح نتعرف على انواع المنتجات ومثل نستخدم كل نوع راح نتعرف على نقل وجرد المخزون المواقع زي ما ذكرنا تعرفنا عليها بالامس فرح ننتقل بعدها الى اوامر التصنيع واذا كنت انا منشأة اصنع او اعمل تجميع او اعمل عروض او غيره كيف اني استفيد منها من خلال اوامر التصنيع راح ننتقل الى المنتجات والتكاليف في قسم المنتجات والتكاليف طبعا عندنا هنا خمس انواع من المنتجات نتعرف عليها مع بعض عندنا النوع الاول اللي هو المنتج وهو الذي يباع ويشترى بنفس حالته الاصلية وممكن يكون مخزون او غير مخزون مثل باقات الشحن والتوصيل ثاني نوع اللي هو المنتج المجمع وهو المنتج اللي يتكون من عدة مواد اولية وممكن يكون ايضا يتكون من عدة منتجات وهو الذي يتم تصنيعه في اوامر التصنيع ثالث نوع المادة الاولية وهي المواد الخام اللي تدخل في العملية الانتاجية للمنتج المجمع رابع نوع عندنا الخدمات فهي الخدمات المقدمة مثل المحامة او الاستشارات الهدسية او غيرها من الخدمات اللي ممكن تقدم واخر نوع اللي هو المصروف وهو مثل مصروف الكهرباء او شراء ادوات مكتبية يتم تعريفها كمصروف ومن ثم شراءها بفاتورة مشتريات راح نشوف النوع الاول وطريقة اضافة المنتج راح يتم الضغط على النوع منتج طبعا اذا انا حطيت على انشاء منتج وبعد كذا اكتشفت انه انا ما ابغى المنتج ابغى مثلا مادة الاولية عندنا امكانية للرجوع بكل سهولة وبعد كذا نحط مثلا المادة الاولية خلينا نمسكهم واحد واحد ونبدأ مع المنتج اول شي راح نتطرق له او هو اضافة الاسم المنتج بالعربي وبالانجليزي بعد كذا عندنا الرقم التسلسلي بعد كذا الاصناف الوصف وحدات القياس البركوت والذريبة خلينا نشوفهم مع بعض عندنا احين انا خليني افترض انه انا محل اثاث فابيع اثاث بشكل جاهز وكمان ابيع اثاث بالتفصيل فنبدأ مع المنتج الجاهز اللي انا ابيعه واشتريه بنفس الحالة الاصلية يعني يكون مثلا استورده من الخارج وبعد كذا ابيعه او ممكن انا اشتريه من محل موجود هنا وبعد كذا ابيعه فالمهم انه المنتج عندي جاهز انا ما اعمل عليه اي تصديم فنسجل عندنا مثلا كنب متصل على شكل او بشكل حرف ال ال راح نجي هنا ونسجل الاسم بالانجليزي ونقول اه الشيك صوفة الرقم التسلسلي اذا كنت انا معتمدة على ترقيم تسلسلي معين وابغي اكمل عليه ممكن اني اكمل عليه اذا كان عندي الارقام التسلسلية بشكل عشوائي فنحط توليد رقم تسلسلي وراح يولد في رقم تسلسلي جديد غير الارقام اللي موجودة بالنسبة للصنف عندنا هنا مجموعة من الاصناف انا سجلتها عندي فلاحظ عندنا هنا اثاث اثاث مصنع اثاث جاهز وغيره من الاصناف لو انا مثلا الحين اللي احتاجه ان يكون هو اثاث جاهز في حال انا مو موجود عندي مثلا الاثاث الجاهز او اضافت منتج يحتاج له صنف جديد مو موجود عندنا راح نضغط على علامة الزائد لاضافة الصنف فنحط هنا اسم الصنف والوصف واذا كان يندرج تحت الاصناف الاساسية اللي موجودة هنا وبعدها راح يتم اضافته نفس الشي بالنسبة لوحدات القياس وحدات القياس موجودة عندي انا اضافتها مسبقا في حال ما كان عندي وحدة قياس راح نضغط على علامة الزائد وانضيف وحدة القياس الجديدة فعندنا هنا الكنب يعتبر وحدة انا بيعه كوحدة كاملة مثلا انا ما ابيعها بالقطع يعني كل حبة لحال وحدة كاملة او اذا كان بالحبة او بالقطعة ممكن نقول قطعة او ممكن انا ابيعه كامل فاقول طقم يعني طقم كامل من الكنب مغير ما يكون في قطع لما احتاج يكون في باركود على الكنب عشان لما اجي امسحه في جهاز نقاط البيع او غيره نجي نضغط على البركود بعد كذا توليد باركود عشوائي اما لو كان مثلا انا عندي مثلا محل سوبر ماركت فالمنتج اساسا موجود عليه باركود فانا بغى اضيف البركود اللي موجود على المنتج في النظام اقوم بالادخال بشكل يدوي وادخل الرقم اللي موجود على المنتج وراح يظهر معي صورة البركود الخاصة فيه طبعا احنا نقدر بعد كذا نحفظه ونحمله كصورة بعد كذا نقدر نطبعه على نقدر نطبعه وننصقه مثلا على الكنب حيث انه يظهر معي هذا البركود واقدر ابحث عنه مثلا انه موجود او غيره في النظام الضريبة الضريبة عندنا هنا عدة طرائب الضريبة الصفرية معفاة من الضريبة غير خاضع للضريبة ضريبة القيمة المضافة 5% وضريبة القيمة المضافة 15% كلنا ندري عندنا في المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة هي 15% تحويل الوحدات اذا كان عندي منتج انا اشتري مثلا بالدرزن وبعدين ابيعه بالحبة نجي نستخدم تحويل الوحدات رح نتطرق لها في احد المنتجات او الانواع الاخرى صورة المنتج انا ممكن اضيف صورة للمنتج نقوم بالضغط هنا لاختيار الصورة بعدها رح يكون عندنا الصور اللي موجودة يعني مثلا عندنا هذا الكرسي لو حابين نضيفه او اي نوع من انواع الاثاث اللي موجود عندنا نقوم بالضغط وبعد كذا يتم الحفظ كصورة عندنا هنا هل هذا المنتج مخزون او لا طبعا بما اني انا اشتري اكيد رح اخزنه بالمستودعات عندي واعرضه في المحل فبالتالي المنتج مخزون نعم يباع ويشترى اكيد انا اشتري وبعد كذا ابيعه سعر البيع مثلا انا ابيعه بي 5500 ريال هل السعر هذا شامل للضريبة اذا كان شامل للضريبة يعني ابيعه كذا 5500 شامل للضريبة رح نضغط على السعر البيع يشمل الضريبة اذا كان لا يشمل الضريبة رح نخليك كذا النظام رح يحسب لي بعد كذا قيمة الضريبة نجي لي حساب المبيعات رح يكون طبعا على ايراد المبيعات والخدمات بحيث اني في كل مرة ابيع فيها رح يتأثر معي حساب ايراد المبيعات والخدمات في شجرة الحسابات نجي لسعر الشراء مثلا انا اشتري ب4500 وحساب التكلفة رح يكون على تكلفة البضاعة المباعة اذا كان سعر الشراء يشمل الضريبة رح نحط شامل للضريبة هل هذا المنتج نقاط بيع نعم منتج نقاط بيع لو كان لا رح نشيل من عنده علامة الصح الحقول للإضافية اللي ذكرناها بالأمس واضفناها بالأمس عندنا تاريخ اضافة المنتج انا اضفته اليوم فوقت اضافة المنتج جانا بشكل تلقائي هل المنتج مستورد لو كنت انا اشتري هذا الكنب من الخارج رح نحط نعم اذا كان اشتري من يعني محلي فما رح نحط عليه مستورد بعد كذا رح نقوم بالحفظ وهذه طريقة اضافة المنتج زي ما نلاحظ تم اضافة المنتج رح نستكمل بعد كذا باقي انواع المنتجات لكن ممكن ما عرف اذا ناخد بريك او نخليها على الساعة 56 دقيقة طيب رح ننتقل الى النوع الاخر اللي هو المنتج المجمع لكن كلنا نعرف انه او زي ما ذكرت لكم انه المنتج المجمع يحتاج الى عدة مواد اولية او منتجات عشان اجمع هذا المنتج المجمع وبعد كذا اصنعه في اوامر التصنيع فننتقل الى المواد الولية عشان اضيف مادة اولية جديدة نروح الى انشاء المنتجات والتكاليف او نضغط على علامة الزائد وننتقل الى المادة الاولية ونقوم باضافة المواد الاولية اه ابغى اضيف انا عندي المفاصل مفاصل الخزانات او مفاصل الابواب او غيرها نسجل الاسم بالانجليزي نولد الرقم التسلسل نقوم باختيار التصنيف مثلا انا رح اصنفه من الاثاث المصنة لاني رح اصنعه او اختار شيء ثاني وحدة القياس وحدة القياس احنا هنا رح نسوي تحويل وحدات فالوحدة الصغيرة هي اللي نحطها هنا فاحنا عندنا الحبة الحبة الواحدة او القطعة عندنا هنا قطعة فنشوف عندنا هنا القطعة الواحدة فانا ممكن ابيعها بالقطعة البركود رح نولد باركود الضريبة رح تكون 15% طبعا لاحظ عندنا في الاعلى نفس الشيء الاختلافات رح تكون في الجزء السفلي نجي لتحويل الواحدات زي ما قلنا احنا رح نسوي تحويل الواحدات الفكرة انه هذه المفاصل انا اشتريها من مورد بالدرزن اشتريها كمية كرتون مثلا داخل الكرتون 10 حبة لكن لما انا اجي استخدم في المنتج المجمع مثلا استخدم واحدة واحدة او او ثلاثة فما احتاج اني استخدم بالدرزن فنحط هنا قطعة بعد كذا عند تحويل الوحدات نحط المنتج الكبير او الوحدة الكبيرة اضافة المزيد بعد كذا رح نقول الدرزن او ممكن نقول كرتون الكرتون يقول كم عدد القطع اللي فيه رح نقول داخله 12 قطعة كم سعر شراء الوحدة الكرتون نحن نتكلم عن الكرتون الآن سعر الشراء رح يكون مثلا بـ 850 ريال هل السعر شامل الضريبة نعم سعر البيع ما يحتاج لاني انا ما ابيعه انا ادخله في انتاج المنتج المجمع زي ما اللاحظ عندي هنا المنتج مخزون فعندنا هنا سعر الشراء ما في سعر البيع لانه المود الاولية انا ما ابيعها انا فقط اشتريها بعد كذا ادخلها في انتاج المنتج المجمع فسعر الشراء الوحدة الواحدة 85 ريال طبعا لو قلنا 12 حبة رح تكون تقريبا 960 ريال لكن بما انها بالجملة اكيد رح تكون ارخص من الحبة حساب التكلفة رح يكون على تكلفة البضاعة المباعة هل السعر شامل للضريبة مثلا نعم انا اشتري شامل للضريبة الحق الاضافية ممكن نسجلها او ما نسجلها بعد كذا رح نسوي حفظ كذا تم اضافة المادة الاولية وتعرفنا على النوع الثاني طيب نرجع نستكمل باقي اللي بدأنا فيه فاحنا اضفنا المنتج واضفنا المادة الاولية راح ننتقل الان الى المنتج المجمع لاضافة المنتج المجمع ونشوف الفارق بينهم نروح الى انشاء المنتجات والتكاليف ونختار منتج مجمع نفس الطريقة فزي ما قلت في الجزء العلوي راح تكون كلهم نفس الفكرة فعندنا هنا الاسم بالعربي ممكن نقول مقعد مع تخزين عندنا هنا مقعد مع التخزين نسجل بالانجليزي pinch with start نولد الرقم التسلسلي ونختار الصنف على الاثاث المصنع وحدة القيات راح نقول بالوحدة البركود انا ممكن ما اولد له باركود الضريبة راح تكون 15% ما يحتاج اصوي تحويل وحدات نلاحظ عندنا هنا سعر البيع بحيث انه انا هذا المنتج ما اشتري انا اصنعه فانا اشتري فقط المواد الاولية بعد كذا ابيعه فقط عندنا سعر البيع نقول سعر البيع مثلا ب 1000 ريال على حساب اراد المبيعات والخدمات ومثلا خلينا نقول انه هذه الالف تشمل الضريبة تفاصيل تجميع المنتج نلاحظ عندنا هنا تفاصيل تجميع المنتج كل مادة اولية وكل منتج راح يدخل في تصنيع هذا المنتج المجمع راح نضيفه هنا فنحط اضافة المزيد ونقوم بادخال المنتجات مثلا عندنا هنا قماش طبعا اكيد راح نحتاج قماش خلينا نقول قماش البيج بالمتر او باللفة احنا طبعا راح نحتاج بالمتر فانا اكيد راح احتاج ممكن اقول ثلاثة متر المقعد يكون طويل طيب احتاج خشب الخشب راح نحتاج مثلا اثنين متر نحتاج ايضا مسامير فاحنا عندنا هنا بالوحدة مثلا يعني الوحدة داخلها عدد من المسامير اللي هو يعني العلبة خليني اقول احتاج يعني وحدة واحدة ايضا نحتاج المفاصل اللي اضفناها وقولوا احنا نحتاج مثلا اربع مفاصل فكذا انا اضفت الكمية اللي احتاجها لتصنيع مقعد واحد فقط ففي كل مرة انا بقى صن ومقعد واحد راح يخصم لي ثلاثة متر من القماش البيج راح يخصم لي مترين من الخشب وحدة من المسامير واربع حبات من المفاصل بعد كذا راح نسوي حفظ او نقوم باضافة الحقول الاضافية كذا صار عندنا هنا منتج المجمع اللي هو المقعد مع التخزين طيب عندنا هنا اضفنا المنتج المنتج المجمع المادة الاولية بنقوم باضافة الخدمة فنروح الى انشاء المنتجات والتكريف طبعا معروفة الخدمات غالبا تكون استشارات او تكون طلب تصميم معين او غيره فاحنا ممكن نقول احنا فاتحين مجال للي حاب يسوي تصميم خاص فاحنا نقدم هذه الخدمة فنجي هنا نقول التصميم خاص بعد كذا رح نسجل بالانجليزي special design نولد الرقم التسلسلي ونختار الصف انا ممكن اختار هنا انه يكون مثلا من الخدمات اني اللاحظ احنا عندنا هنا اصناف كثيرة انا ممكن اقول عبارة عن خدمة او اخليها على الاستشارات او ممكن اضيف وحدة جديدة ونقول تصميم تصاميم رح تكون عرضها تصاميم ممكن انا اخليها تندرج تحت احد الاصناف الاساسية اللي هي الاستشارات ان التصميم يكون فنسوي حفظ وحدة القياس وحدة القياس احنا عندنا هنا خدمة ممكن نخليها عبارة عن خدمة القيمة المضافة 15% سعر البيع انا بكم اقدم هذا التصميم الخاص يعني يطلب من عندنا انه احنا نسوي له تصميم خاص فبالتالي يعني تقديم الخدمة هذه لحالها مثلا تكون ب500 ريال على حساب اراد المبيعات والخدمات والسعر غير شامل للضريبة بعد كذا رح نسوي حفظ وبكذا تم اضافة خدمة جديدة اللي هي التصميم الخاص رح ننتقل للاخر نوع اللي هو المصاريف فنروح الى انشاء المنتجات والتكاليف بعدها المصروف رح يتم تسجيل المصروف اللي هو مثلا مصروف اعلانات نسجل بي الانجليزي الادبرتايزمنت نختار الصم مثلا عندنا هنا نختار من احد الاصناف اللي موجودة عندنا اذا موجود اذا مو موجود احنا نقدر نضيف صنف جديد ونقول اعلانات او نسميه دعاية واعلان ما رح اخليه ندرج تحت اي صنف رح اصوي حفظ عندنا هنا الدعاية والاعلان نختار وحدة القياس مثلا نقول وحدة والضريبة 15% سعر الشراء مثلا انا متبكة مع شركة معينة انه يكون سعر الاعلانات مثلا لمدة سنة 4500 فاحنا نحط هنا 4500 حساب المصروف هنا رح نختار حساب المصروف اللي رح يربط عليه مصروف الاعلانات فنلاحظ عندنا هنا المصاريف اللي موجودة في شجرة الحسابات فاحنا بنروح على المصاريف التسويقية والدعائية عشان يكون عندي على نفس المصروف طبعا لما بعدها نسوي حفظ وبكذا تم اضافة مصروف جديد اللي هو الاعلانات كذا احنا تعرفنا على الخمس انواع اللي موجودة عندنا وتعرفنا على طريقة اضافة كل نوع ومتى نضيف كل نوع طيب احنا اضافنا بس لو نلاحظ انه عندنا هنا المواد الاولية صفر المنتج المجمع صفر المنتجات رح تكون ايضا صفر كل المنتجات اللي اضافناها رح تكون صفر بسبب انه ما في احنا الحين فقط عرفنا البرنامج على المنتجات اللي عندي بعدين نضيف الكمية واضافة الكمية يكون من خلال المبيعات والمشتريات او من خلال المحاسبة اللي هي الارصداء الابتتاحية فاحنا الحين زي ما قلت تعرفنا على طرق اضافة المنتجات رح ننتقل الى الخطوة الثانية طيب انا عندي مشروع من زمان وكنت اتعامل مع برنامج انا ابغى اجي الحين واسوي استيراد للمنتجات اللي موجودة عندي ما رح اسجلها واحد واحد ايش نسوي نروح الى استيراد المنتجات لكن ضروري قبل من نسوي استيراد للمنتجات نروح نضيف وحدات القياس واصناف المنتجات طبعا لو لاحظنا اثناء اضافة اي من هذه المنتجات كان عندي امكانية اني اضيف صنف جديد او وحدة قياس جديدة لكن في حال الاستيراد رح يكون فقط اللي موجود عندي في البرنامج فما نقدر نسوي استيراد يعني وقت الاستيراد نضيف صنف جديد فبالتالي لازم اتأكد اني قمت باضافة جميع وحدات القياس واصناف المنتجات خلونا نضيفهم مع بعض عندنا اصناف المنتجات ووحدات القياس عندنا هنا اصناف المنتجات زي من لاحظ عندي العديد من الاصناف ممكن يكون الصنف يندرج تحت صنف اخر زي ما سوينا قبل شوي لما اضبنا صنف للدعاية والاعلان وكمان لما اضبنا الصنف للتصميم الخاصة فنجي هنا عند يعني نختار صنف جديد مثلا عندي الخضروات رح تندرج تحت الصنف الاساسي اللي هي الاطعمة عندنا هنا الاطعمة رح تندرج تحتها نسوي حفظ طيب انا خليني الحين ابحث بالصنف الاساسي اللي هو الاطعمة ونسوي بحث راح نلاحظ انه تحتها موجود عندي الاجبان البقوليات الخضروات اللي اضفنا الان الشكلات والفواكه هذه كلها تندرج تحت الصنف الاساسي الاطعمة كمان عندنا مثلا الاثاث الاثاث لما احط رح يكون عندنا الاثاث المصنع والاثاث الجاهز لو كان عندنا مثلا المجوهرات يندرج تحتها الالماس الذهب الفضة وهكذا هذا بالنسبة لانشاء صنف جديد بالنسبة لوحدات القياس رح نبتع على وحدات القياس بعد كذا رح ندخل على انشاء وحدة قياس جديدة بعد كذا رح نحط الوحدة الجديدة يعني مثلا احنا درزا لما اضفنا كان بهذه الطريقة ممكن احنا طيب عندنا هنا النصف درزا موجود مسبقا خلينا نضيف مثلا كرتان حجم مديم يعني حجمه وسط طريقة العرض رح نقول كرتان مديم مديم نوع الوحدة اما نختار هل هو وحدة قياس او وزن او ساعة عمل او طول ومسافة رح يكون وحدة قياس وبعدها نسوي حفظ ورح يتم اضافة الكرتون من ضمن الكرتين اللي موجود عندنا طبعا نحن عندنا عدة احجاب فنلاحظ عندنا هنا الكرتون العادي وعندنا الكرتون large small ومديم وفقط هذه الكرتين اللي موجودة عندنا وكلها عبارة عن وحدات قياس فاي احد عنده وحدة جديدة يبغي يضيفها رح تكون موجودة هنا نلاحظ فصل الدراسي ساعة عمل عندنا القطعة ضفناها المتر المتر المربع والمتر المكعب موجودة سابقا عندنا الملي لتر كل الوحدات القياس نقدر نضيفها وبعد كذا نستعرضها عندنا فهذه طريقة إضافة أصناف المنتجات ووحدات القياس الحين رح ننتقل إلى استيراد المنتجات نضغط على استيراد المنتجات رح نمر بثلاث خطوات أول خطوة نحمل بصيغة الـ ونحط عدد المنتجات المراد رفعها يعني مثلا أنا أبقى أضيف خمسين منتج فنحط خمسين نحط واحد وخمسين للإحتياط بغضيف مية منتج نحط مية مية وخمسة مية وعشرة فما في مشكلة بس لا يكون أقل من عدد المنتجات اللي بغضيفها فمثلا أنا نحط خمس منتجات بعد كذا نسوي تزيل للنموذج الخطوة الثانية نعب البيانات في الملف والخطوة الأخيرة رح نرفع الملف طيب أول شي لازم نلاحظ أنه يرجى تعبئة البيانات بدون تعديل قالب الملف ما نكبر في الخانات ولا نصغر ولا نغير في الخط ولا نضيف يعني أي شيء بخط مختلف يعني لو أنا عندي الجدول أو زي ما قلت المنتجات موجودة في ملف سابق رح نسوي نسخ ما نسوي نسخ الكامل الجدول أو كامل الملف ونسوي لصق بعدين لا نمسكهم خانة خانة مثلا عندي أول شيء رقم التسلسل اللي رح نسوي له نسخ بعدين نجي هنا ونسوي لصق كقيمة عشان ما يتم التغيير على الخط أو إني أضيفها بشكل يدوي عندنا رح أضيف منتجين رح يكون المنتج الأول اللي هو عبارة عن خزانة خزانة بدرجين الوصف أنا ممكن أحط مقاسها اللي هي عبارة عن خمسة أو ثلاثين في تسعة واربعين سنتيمتر هل المنتج مخزون إحنا نحدد هذا المنتج يكون مخزون أو لا نعم وحدة القياس زي ما نلاحظ رح يكون عندي فقط مجال للاختيار أنا لو أضيف شي جديد مو موجود هنا ما رح يسمح للنظام فعندنا هنا وحدات القياس لهذا المنتج يكون الوحدة الصنف رح يكون عندنا على الأثاف الجاهز بعد كذا نشوف عندنا هنا سعر الشراء يترك فارغا إذا المنتج لا يشترى يعني مثلا أنا سويت استيراد لبعض المواد الأولية أو المنتجات المجمعة فيكون عندي هنا بدون سعر شراء طيب سعر الشراء عندي للخزانة بـ 100 ريال ورح أبيعها بـ 139 ريال حساب المصروف رح يكون على تكلفة البضاعة المباعة حساب المبيعات على إرادة المبيعات الضريبة رح تكون ضريبة القيمة المضافة عندنا هنا سبب الضريبة ممكن نختار أحد الأسباب هذه مثلا تصدير السلع توريدات المعادر أو أني أتركها فارغة في حال أن الضريبة ضريبة القيمة المضافة نفس الضريبة الموجودة عندنا هنا بعد كذا البركود ممكن نولد باركود أو نتركه بعد نختار النوع وعند هنا فقط النوع منتج إذا كان منتج مجمع أو غيره ممكن أن ننضيفها بعد كذا نطلب من الدعم الفني يغيرون النوع إلى نوع آخر لكن بما أنه نحن في مرحلة التجربة فيفضل أنه يكون فقط النوع منتج طيب رح أضيف منتج آخر مثلا عندي كرسي هزاس الوصف مثلا يكون خشبي طبعا مو ضروري نسج الوصف ممكن نتركه فاضي هل المنتج مخزون نعم الوحدة طبعا ينباع بالوحدة أو بالحبة أو بالقطعة رح يكون أيضا أثاف جاهز سعر الشراء مثلا أنا أشتري بـ 900 ريال سعر البيع بـ 900 و 40 ريال على تكلفة البضاعة المباعة نفس الشي إرادة المبيعات والخدمات ضريبة القيمة المضافة والنوع منتج كمان عندنا هنا هل منتج تطبيق نقاط البيع رح نحط نعم بعد كذا رح أكتفي بهذا القدر رح نسوي حفظ ونجي للصفحة هذه ونسوي اختيار ملف عندنا هنا البرودكت أبلود تامبلت ونسوي امبورت نلاحظ أنه تم إدراج المنتجات بشكل مباشر فهذه طريقة استيراد المنتجات طيب رح ننتقل الآن إلى تصدير المنتجات قبل أن ننتقل لها طبعا ممكن ما يتم استيراد المنتجات إذا ما تم استيراد المنتجات أكيد رح يوصلني إيميل اللي أنا مسجلته فيه البرنامج من خلاله رح يوصل إيميل من قيود يوضح سبب عدم إدراج المنتجات أو عدم استيراد المنتجات بيكون فيه خطأ فرح يبلغني الخطأ موجود وين وإيش السبب في عدم الاستيراد ننتقل إلى تصدير المنتجات يعني أنا لو أبقى أسوي تصدير لكافة البيانات اللي موجودة عندنا نروح إلى تصدير المنتجات نختارها للمنتجات النشطة أو المؤرشفة أو جميع المنتجات أنا أبقى أسوي تصدير للمنتجات النشطة فقط فاللاحظ عندنا هنا راح يتم تحميلها بصيغة الأكسل وكذا يكون عندي أنا مجموعة من المنتجات بجميع أنواحها اسمها باللغتين الرقم التسلسلي لها البركود اللي موجود له بركود صنف المنتج إذا كان يشتروا سعر الشراء وإذا كان يباعوا سعر البيع والكمية والمخزون وإذا كان منتج نقاط بيع فكل المنتجات موجودة عندنا هنا في هذا الملا طيب كذا تعرفنا على أنواع المنتجات طريقة إضافة كل منتج تعرفنا على استيراد المنتجات تصدير المنتجات طريقة إضافة وحدات القياس وطريقة إضافة أصناف المنتجات راح ننتقل إلى نقل المخزون وجرد المخزون لما يكون عندي مثلا منتجات موجودة في فرع معين وأبغى أسويلها نقل للمخزون نروح إلى نقل المخزون إنشاء نقل المخزون نختار الموقع اللي راح أنقل منه المخزون فمثلا أنا أبغى أنقل من المركز الرئيسي إلى الموقع عندي جدة للأثار حساب النقل المؤقت ممكن يكون على حساب المخزون أو على حساب المخزون تحت التصنيع اللي أضفناه راح يكون حساب مؤقت فما في إشكالية الوصف راح نقول نقل مجموعة من الخشب إلى فرع جدة للأثار نختار المنتج اللي هو عبارة عن الخشب طبعا الخشب موجود هنا نلاحظ أنه الكمية في المركز الرئيسي من الخشب 239 متر والكمية اللي موجودة في جدة للأثار 28 متر أنا أبغى زيد الكمية اللي موجودة مثلا أبغى نقول 100 متر فاللاحظ أول ما أحط 100 راح ينقص عندي هنا ويقول لي أنه ترى بيصير في المركز الرئيسي 139 وفي جدة للأثار 128 طيب أنا موافقة على هذا الشي راح نسوي إرسال أو إرسال واستقبال أنا راح أسوي إرسال ومتى ما تأكد أنه البضاعة والمنتجات وصلت إلى فرعنا في جدة راح نضغط على علامة الصح اللي هي الاستقبال وبكذا تم الاستلام يعني خلاص الحين لو أرجع أنا للخشب خلونا نرجع للخشب ونشوف عندنا الكميات عندنا هنا مادة أولية الخشب نستعرض مع بعض فنشوف عندنا تحركات المخزون له عندنا هنا في المركز الرئيسي 139 متر في الدمام 31 الخبر 20 وجدة الأثار 128 نستعرض تحركات المخزون في المركز الرئيسي وضح لأنه في قيد يدوي اللي هو عبارة عن أرصد ابتتاحية بـ 30 حبة أو 30 متر القيمة المتوسطة 10 ريال قيمة الحركة 300 ريال فالكمية المتوفرة هي 30 متر بعدها صار عندنا فاتورة مشتريات فزاد 500 صار 530 صار أمر تصنيع فنقص 75 متر صار عندي 455 فاتورة مبيعات إذن نقص جرد مخزون نقص فاتورة مشتريات زاد جرد مخزون هنا زاد أما هنا نقص فيختلف عندنا هنا التحركات المخزون وزي ما نلاحظ عندي هنا جدة للأثاث آخر آخر في تاريخ في تاريخ اليوم ثمانية خمسة نقل المخزون بمية متر هذه بالنسبة لنقل المخزون وتحركات المخزون للمنتج اللي موجود عندنا طيب نشوف مع بعض جرد المخزون نروح إلى جرد المخزون بعدين نسوي إنشاء جرد للمخزون نختار الموقع اللي راح نسوي فيه الجرد مثلا عندنا فرع الدمام حساب الإيرادات للكمية الزايدة راح يكون على حساب إيرادات أخرى لأنه بيكون عندي بمثابة الإيراد الآخر الحساب التكلف للكمية الناقصة راح يكون على حساب اللي هو بضاعة تالفة أو ناقصة إذا كان هذا الحساب مو موجود عندكم تقدرون تضيفونه في شجرة الحسابات طبعا زي ما قلت راح نتطرق على الطرق إضافة الحسابات وشجرة الحسابات بكرة بإذن الله أنا ممكن هنا أحط في الوصف جرد بخزون قام به الموظف مثلا علي نسوي إضافة المزيد أنا راح أسوي لكم ثلاث منتجات راح نضيفها عشان نشوف أثرها في دفتر القيود خلينا نشوف الخشب والمسمار وعندنا هنا الخزانات الخشب لما نسوينا جرد اكتشفنا أنه الخشب موجود عندي ثلاثين وحدة إذن عندي بالناقص وحدة واحدة أو متر واحد المسمير لاحظنا أنه صار موجود أو أنه الموجود عندنا خمسة وحدات يعني ممكن أنا وقت ما اشتريت بضاعة من المحل مثلا كنت طالبة ثلاثين حبة وقتها ما سوينا عد فأنا حطيت في النظام أنه أنا اشتريت ثلاثين وحدة فحطيت ثلاثين حبة والحين جينا نسوي استيراد لقينا فيها خمس حبات بدلا من أربعة يعني مثلا ممكن يكون المورد ضاف لي وحدة واحدة وقت الشراء يعني وموافقة لهذا الجرد كذا تم عمل جرد في الدم طيب ننتقل إلى التقارير بشكل سريع رح نستعرض دفتر القيود رح نشوف عندنا هنا في دفتر القيود نلاحظ نقل المخزون اللي سويناه كمان نلاحظ جرد المخزون اللي تم أول شي يقول لي هنا المخزون بالمدين بنص ريال وهذا المنتج اللي كان بزيادة نلاحظ فكان عندي هنا الإرادات الأخرى بنص ريال بالدائل بالنسبة البضاعة التالفة والناقصة بتسعة ريال وسبعة وسبعين هللا هذا بالنسبة للخشب اللي كان ناقص نلاحظ أن المخزون صار بالدائل أما المنتج اللي كان مثل ما هو نلاحظ أنه هنا صفر وكمان في المخزون صفر فما في أي تأثير فنلاحظ أنه أي عملية نسويها رح تنعكس عندي هنا على دفتر القيود طيب هذا بالنسبة لمنتجات والتكاليف تعرفنا على جميع الأيفونات اللي موجودة عندنا هنا جرد المخزون نقل المخزون إضافة أصناف ووحدات تصدير المنتجات أو استيرادها وإضافة أو إنشاء المنتجات اللي عندنا طيب رح ننتقل الآن إلى أوامر التصنيع طبعا لو بنسوي أمر تصنيع للمنتج المجمع اللي أضفناه الحين اللي هو المقعد مع التخزين رح يكون عندنا الكمية صفر أو ما رح أقدر لأنه فيه مواد مهم موجودة مثل المفاصل أنا ممكن الحين أشتري المفاصل نشتري كمية من المفاصل نحط اسم المورد تاريخ الإصدار شروط الدفع لو كانت بالآجل تاريخ الاستحقاق والتوريد عندنا هنا رح يكون فيه فرع جدا للأثاث رح نشتري مفاصل نلاحظ أن القطعة بـ 85 ريال شامل الضريبة فحسب ليها أنها قبل الضريبة 73 وقيمة الضريبة 11 طب لو ما كانت شامل الضريبة ايش يصير يصير 85 قبل الضريبة بعد كذا رح يحسب للضريبة وتكون 97 و 75 هل طب أنا ما أشتريها بالقطعة أنا قلت أشتريها من المردين بالكرتون نلاحظ أنه هنا أقدر أشتريها بالكرتون 850 ريال شامل للضريبة فالحساب قبل الضريبة 739 ريال بعد كذا رح أقوم بالدفع نختار الحساب التاريخ والقيمة الإجمالية نسوي حفظ وموافقة تم شراء من مدار لمواد البناء صار موجود عندي كمية من المنتجات اللي هي المفاصل طيب نتأكد من وجود الكمية لجميع المواد في نفس الفرع في جدة للأثاث بالنسبة للخشب والمسمار والمفاصل كلها تأكدنا منها باقي عندنا اللي هو القماش البيج القماش البيج عندنا 15 متر نتأكد هذا 15 متر وين موجود عندنا موجود في المركز الرئيسي طيب أنا أبغى أسوي يكون في الفرع جدة للأثاث لش نسوي نقل للمخزون ننشأ نقل للمخزون من المركز الرئيسي إلى جدة للأثاث حساب النقل المؤقت راح يكون حساب المخزون أو المخزون تحت التصنيع التاريخ اليوم راح نقول نقل منتجات نختار المنتج اللي هو قماش والكمية راح نقل الـ 15 متر كاملة فاللاحظ أنه نقلنا 15 فبقى هنا 5 وهنا صار 15 طيب راح نسوي إرسال واستقبال مباشرة عشان يتم النقل الحين راح ننتقل إلى أوامر التصنيع بعد ما تأكدنا أنه جميع المنتجات والمواد موجودة بنفس الفرع ونفس الفرع هذا اللي أنا راح أسوي فيه تصنيع للمنتج طيب قبلها دعونا نتأكد عندي المنتج المجمع مقعد مع تغسيل عندنا هنا طيب عندنا هنا المنتج المجمع صار ثلاث وحدات بسبب خلينا نعدل هنا على المنتج ونوريكم إيش السبب اللي خلاه يضيف لأني أنا أضبت كمية في المشتريات اللي هي الفواصل طيب إيش اللي خلاه يتم الانتاج بشكل مباشر لأني ما حطيت المنتج مخصول فلازم نقول أنه هذا المنتج مخصول وبعد كده نحدد هنا حساب تكلفة على البضاعة المباعة وبعدها نسوي حفظ بعد ما تأكدنا من أنه المنتج مخزون اللاحظ أنه صار عندي هنا الكمية صفر فلما يكون عندي المنتج المجمع غير مخزون رح يتم التصنيع بشكل مباشر يعني ما يحتاج أسوي أمر تصنيع هذه غالبا متى نسويها مثلا إذا كان عندي عرض اللي هو مثلا مثلا في السوبر ماركت مثلا اشتري الشامبو البلسم مجانا أو الشامبو البلسم مع بعض بقيمة كذا فأحنا نسويها فبمجرد ما يتم الشراء يتم الخصم مباشرة وتم عمل المنتج المجمع بشكل مباشر الحين نلاحظ أنه الكمية صفر نروح إلى أوامر التصنيع بعد كذا نسوي إنشاء أمر تصنيع طبعا تاريخ اليوم الموقع لو بحط في المركز الرئيسي على حساب مخزون تحت التصنيع وأضيف مقعد مع تخزين لو بنحط كمية واحدة بيقول لي الكمية غير متوفرة السبب أنه مو نفس الموقع اللي موجود فيه المواد الأولية طيب نحط جدا للأثاث نرجع نقول المقعد مع التخزين الكمية المطلوبة واحد نلاحظ أنه ما قال لي أنه الكمية غير متوفرة طيب لو بسوي عشرة الكمية غير متوفرة لأنه في بعض المواد ما تكفي مثلا المفاصل إحنا عندنا 12 حبة كل مقعد رح ينخصم منه أربع حبات فبالتالي أنا ما أقدر أسوي عشر وحدات أنا أقدر أسوي بس ثلاثة نلاحظ ثلاثة نقدر الأربعة قال لي ما نقدر خلاص رح نسوي ثلاثة عشان كذا أول ما اشترينا المفاصل على طويل سوالي ثلاث وحدات من المقعد طيب نقول هنا أمر تصنيع للمقعد مع التخصيل بعد كذا احنا ممكن نسوي بدء العملية فقط أو نسوي بدء وإكمال بشكل مباشر نلاحظ عندي هنا في ثمانية خمسة صار في أمر تصنيع المقعد مع التخصيل نرجع نشوف المنتجات والتكاليف عندنا نلاحظ عندنا هنا في المنتج المجمع صار عندنا هنا ثلاث وحدات طيب نشوف عندنا هنا المواد الأولية نلاحظ المفاصل صارت صفر كلها نقصت لو نستعرضها نشوف أنه عندنا هنا فاتورة مشتريات 12 وحدة أو 12 قطعة بعدين نسوينا أمر تصنيع وصار ناقص 12 قطعة أيضا غيره من المنتجات أو المواد عندنا المواد الأولية مثلا عندنا الخشب نلاحظ أنه عندنا هنا في الخشب هل نقص معنا ولا لا في جدة للأثاث آخر شي كان 128 سوينا أمر تصنيع اليوم فنقص عندي 6 متر لأني أنا قلت كل مقعد رح ياخذ مترين خشب فنلاحظ أنه صار 6 نقص 6 عفوا فاللي بقى عندي 122 وهكذا بالنسبة لباقي المنتجات الحين لمن بسوي فاتورة مبيعات وش اللي رح يحصل راح يتم الخصم من المقعد التخزين اللي هو المنتج المجمع وأكيد المواد الأولية ما رح تتأثر طيب هذا بالنسبة لأوامر التصنيع طبعا وضحنا عندنا الطريقتين إذا لا يعني عشان أسوي أمر التصنيع لازم يكون عندي المنتج المجمع حالته مخزون إذا حالته ما هي مخزون راح يتم التصنيع بشكل مباشر اللاحب عندنا هنا في أوامر التصنيع في عندنا بعض المنتجات اللي تم تصنيعها نشوف المنتجات والتكاليف عند المنتج المجمع عندنا في بعض الأشياء عليها عروض فعندنا هنا في المنتجات عندنا هنا مجموعة التوفير لو نستعرضها مع بعض راح يوضح لي أنه عبارة عن ثلاجة زائد ميكرويف زائد خلاط يدوي كلها راح تكون قطعة واحدة القيمة بيكون ب 967 ريال غير طبعا قبل الضريبة طيب كذا نكون وصلنا إلى نهاية محورنا لهذا اليوم اللي بوء المنتجات والتكاليف طبعا أنا تعمت أني ما أضيف مع محاور أخرى لأنه يعني عبارة عن مجموعة من المنتجات وشوي ثقيلة ف اللي عنده سؤال أو استفسار أنا كيد جاهزة للرد على استفساراتكم اللي موجودة في خانة الـ بالنسبة للتطبيق لللي حاب يطبق راح يكون عندنا هذا التطبيق الخاص بالمنتجات عندنا هنا بالنسبة للـ أول شيء من نوع منتج اللي هو product يكون with a type that is inventory item اللي هو مخزون selling and buying يباع ويشترى and converting units such as 1 كيلو equal 1000 or 1000 جرام ف اللي هو يقولي هنا أننا نسوي نوع منتج نوعين الأول يكون منتج مخزون يباع ويشترى ومع تحميل وحدات بحيث مثال أنه الكيلو يساوي 1000 جرام المنتج الآخر راح يكون not being inventory ما راح يكون مخزون يباع ويشترى مثل shipping and handing charge اللي هو باقات الشحن والتوصيل راح راح نضيف عندنا هنا recibe it contain or several raw materials المنتج المجمع عندنا هنا مادة أولية راح تكون مخزون service الخدمات expenses المصاريف يقولي هنا add electricity bill اللي فات طورة كهرباء عندنا هنا make production for the recibe اللي هو الأوامر التصنيع make inventory transfer سوي جرد المخزون و stock tech النقل للمخزون فعندنا هنا للتطبيق اللي حاب يطبق الآن طبعا عندنا وقت تقريبا لسه في وقت طويل اللي حاب يطبق يبدأ يطبق وإذا عنده سؤال في خانة Q&A أكيد راح تجاوب عليه عندنا هنا سؤال زميلنا عبد العزيز يقول كل المنتجات أصفار كيف تتغير الأرقام الأرقام راح تتغير من خلال إضافة فاتورة مشتريات زي ما سوينا أو من خلال إضافة الأرصد الإفتتاحية اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله بكرة هذا هو الاستيراد طيب نفس السؤال بخصوص ليش الكمية عندي صفر كيف نضيف الكمية نضيف الكمية بطريقتين اللي هي الطريقة الأولى من المشتريات والطريقة الثانية من المحاسبة اللي هي إضافة أرصد الإفتتاحية راح نتعرف عليها بكرة ممكن بس أوامر التصنيع اللي ما راح تقدرون تضيف يعني تسوون أوامر تصنيع إذا ما في كمية لكن ما في عجلة في الأيام الجاية راح نتعرف على كل شي طيب عندنا عبدالعزيز يزال طريقة إطلاف منتجات غير صالحة للبيع ممكن من خلال جرد المخزون أنت تحط مجموعة يعني هذه المنتجات أنها غير صالحة للبيع فبالتالي هي تالفة راح تكون أكيد راح تنقص من المخزون بشكل مباشر وراح تكون في حساب البضاعة التالفة أو الناقصة اللي خارج جامعة الإمام يقضون شهادة حضور أكيد كل اللي حضر جميع الأيام أو حضر أربع أيام على الأقل راح يحصلون على شهادة حضور طيب كيف أضفنا مواقع المخزون في جدة ودمام وغيرها بالنسبة للمواقع أحنا أضفناها سابقا أضفنا مواقع بعد كذا لما أجي أشتري راح يطلب مني الموقع لو لاحظنا قبل شوي لما سوينا فاتورة مشتريات قال لي حطي الموقع فأنا لما حطيت في جدة للأثاث نضاف المخزون على موقع جدة للأثاث ولما أشتري كمية في الدمام راح يكون الكمية في مخزون الدمام طيب غير هذا أنا لو بسوي نقل المخزون لما أنقل المخزون أنا مثلا اشتريتها في المركز الرئيسي وبعدها أنا قلتها للدمام فبيكون في مخزون في الدمام من نقل المخزون وهكذا يعني راح تكون يعني يكون المخزون في المواقع بناء على مدخلاتي الله يعافيك عبير المالكي شكرا لحضورك أمر الصرف وأمر أو عندنا اللي هو سندات الصرف وسندات القب راح نتطرق لها في الأيام الجاية طيب عندنا هنا هل البرنامج راح نطبق عليه لو توظفنا وهل هو موجود بجميع المنظمات طبعا البرنامج مثله مثل غيره من البرامج المحاسبية فكل منظمة أو كل منشأة راح تختار البرنامج الأنسب لها لكن احنا عندنا ما شاء الله العديد من المنشآت يعني نقدر نقول أنها بالألاف في يعتمد على المنشأة اللي أنت راح تتوظف فيها هل هي من ضمن المنشآت المشتركة معها برنامج قيود أو لا طيب بالنسبة للتسجيل بنحاول نرسله على الإيميلات بالنسبة لللي حاب يطبق بعد الدورة وحاب يستفسر ما في مشكلة لو حابين تستفسرون راح يكون الاستفسار مع الدعم الفني ما راح يكون معي أنا شخصيا هذا بخصوص سؤال زميلتنا رغد طيب جاوبنا على سؤالك عبد العزيز كيف نتلف المنتجات الغير صالحة ما في داعي نكتب السؤال مرتين عشان نقدر نشوف كل الأسئلة لا سؤال هنا بخصوص هل قيود مقصورة فقط على المصانع ولا تنفع للمؤسسات مثل المقاهي والمطاعم طبعا تنفع للمقاهي والمطاعم عندنا أيضا المقاولات عندنا المدارس مثلا الأهلية والمعاهد في كثير يعني في كثير من المشآت ويعني ويخدم جميع القطاعات التسجيل بيتم إرساله على الإيميلات اللي مسجلين فيها للبرنامج طيب عندنا هنا هل ينفع نستخدم التطبيق بدون الموقع التطبيق أساسا أنت لازم تسجلين في موقع عشان تقدرين تضيفينه كذلك في بعض الأشياء يعني بتكون شوي صعبة إضافتها في التطبيق يعني هو ما فيه مشكلة تقدرين لكن يكون شوي مختلف في التطبيق عن الموقع طيب عندنا هنا أشمعنا StockTech اللي هو جرد المخزون StockTech اللي هو جرد المخزون خليني أوريكم لو بسوي تحويل للغة الإنجليزية عشان نضغط هنا على الإيقونة اللي موجودة في الأعلى بعدها نحط على الإنجليش راح ينقلب عندي النظام اللغة الإنجليزية فاللاحظ عندنا هنا في البرودكت موجود عندنا هنا StockTech Inventory Transfer البرودكت Category والUnit Type Export Product Upload Product والNew Product فموجود عندنا هنا جرد ونقل المخزون وغيره ف هذا هو StockTech زميلنا محمد يقول مرام طالب أرسل group وات وتليغراف في الشات هو تابع لكم لأن أغلب أرقام موش عندي هالدورات ومعتمد ويضمن حقي في رسوم الدورة بالنسبة لدورتنا هذه ما فيها رسوم ما في أي group في الواتساب أو تليغراف أو غيره ما سوينا أي group لو كان في group أو غيره من قبل منظمين في الجامعة ممكن تتواصلون معهم غير كذا ما في أي group ما سوينا groupات خاصة ولا فيها رسوم فيفضل يعني التأكد من group اللي راح تدخل فيه طيب اللي يسأل عندي هنا منيرة لما سوي قيد عادي به شراء أو ببيعات المخصود هل تنقص وتنقص أو لازم أسوي فاتورة هي المنتجات لما نضيفها غالبا نضيفها بأحد الطريقتين اللي أنا ذكرتها اللي هي شراء منتجات أو أرصد افتتاحية بالنسبة للستة شهور المجانية راح تكون من الرابط اللي تم إرساله لكم بالأمس وكمان موجود على ضوق الجامعة أو في تويتر في الجامعة تم إضافته عشان تقدرون تسجلون فيه راح يكون مجاني لمدة ستة شهور بشكل تقائي يعني هو مو عرض تقدر تحصل عليه طيب بالنسبة للي طالب ورشة عمل للمقاولات في برنامج قيود فيه ورشة عمل أو فيه دورة سابقة على قناة قيود على اليوتيوب أنت ممكن تروح تبحث عن قناة قيود على اليوتيوب من خلال آت قيود راح يظهر معك قناة قيود بعد كذا تقدر تشوف الدورة الخاصة بقطاع المقاولات طيب بالنسبة بالنسبة للربط مع برنامج مبيعات إذا تم الربط مع البرنامج يعني بين قيود والبرنامج وتم الربط خلاص راح ينعكس بشكل تلقائي وحتى لو بعت أو اشتريت راح ينعكس معك بشكل تلقائي على البرنامج البرنامج ذكرناه في الأمس هو أولاين ما يحتاج يتثبت على جهاز الكمبيوتر لكن فيه تطبيق اللي هو على الجوال يعني على الأساس يكون سهل استخدامه وسرعة الاستخدام والتنقل في الجوال لكن ما يحتاج هو أولاين السحابي ما يحتاج تثبيت على جهاز الكمبيوتر طيب عندنا هنا زميلتنا والمنسقة فاطمة مسعود تقول لا يوجد جروبات من قبل الجامعة فإذن لا يوجد جروبات من الجامعة ولا يوجد جروبات من قبلنا إذن ما في أي جروب خاص بالدورة هذه فبالتالي الواحد يتأكد قبل يروح لأي جروب سواء واتساب أو تيليجرام أو غيره بالنسبة للقوائم رح تكون موجودة لجميع الأنشطة كل القوائم والتقارير رح تكون موجودة وشجرة الحسابات نفسها ما تتغير لكن أنت تقدر تغيرها عندنا هنا زميلنا حسن تقدر تغيرها تقدر تضيف بعض الحسابات تحدف حسابات ما في مشكلة عندنا هناك فتأكد أنه بنت القيد اللي أدخلته صحيح في حال زميلتنا سومية في حال بدخلت القيد ما في طريقة تأكدين فيها أنه صحيح لازم تكونين متأكدين من معلوماتك وطبعا كونك محاسبة راح يكون أكيد عندك خلفية كبيرة عن القيود وهو أساس دراستنا فبالتالي يعني إن شاء الله تكونين متأكدة من القيد اللي سجلتين طيب عندنا هنا اللي اللي يسأل بخصوص أنه تم التحضير وهل انتهينا من هذا اليوم ما في مشكلة اللي يبغي يطلع الآن ما في مشكلة خلص يعني تم التحضير وأساسا اليوم دورتنا تقريبا أخذت ساعة ساعة وربع تقريبا فباقي الوقت كان للتطبيق و للإجابة على الأسئلة فاللي حاب يطلع ما عنده مشكلة البرنامج لا غير مرتبط بمدد للأجور البرنامج مجاني لمدة ستة شهر لجميع الطلاب في جميع الجامعات ما في جامعة محددة فما في مشكلة عندنا هنا أمل الحربي تقدرين تدخلين على البرنامج وتطبيقين معنا عندنا زينب إيميلي حق الجامعة ما توصلني في رسائل عادي أدخل بإيميلي طيب إذا أنت الحين تدخل بإيميلك ما في مشكلة لكن إذا دخلت يومين بإيميلي ورح تدخلي الأيام الجاية الثلاث أيام الجاية بإيميلي ثاني ممكن يعني ما نعرف أنه أنت نفس الشخص فبالتالي الشهادة ممكن يعني ما تحصلين عليها التسجيلات رح نكون التسجيل رح أحاول أن يكون بكرة أرسل كل التسجيلين حقا أمس واليوم بإذن الله بكرة زي ما قلنا رح تكون الساعة سبعة بكرة رح نبدأ الساعة سبعة إلى تسعة طيب عندنا هنا ألاء سوت فاتورة مبيعات وقال لها ما تتوفر كمية من المنتج وأنت أضفتي طب بما أنك أضفتي أكيد أنت عرفت البرنامج عليه لكن ما أضفتي كمية ما سويت فاتورة مشتريات لهذه الكمية أو لما سويت فاتورة مبيعات بحطيتي نفس الموقع طبعا في البعض ما شاء الله مستعجل فقاعد يطبق الأشياء ما طبطرقنا لها فشوي شوي يعني حاولوا تكونون معي حبة حبة عشان تفهمون البرنامج بشكل أكثر تفهمون 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 بالنسبة للخريج عادي يقدر يقدر يسجل عندنا اللي انقطع عندها النت ورجعت دخلت إذا كان يعني انقطع المدة خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ما رح يفرق إن شاء الله عندنا هنا زميلتنا أمل حاضرة أمس واليوم ما رح كيف يكون التحضير خلاص أنت إذا دخلت بنفس الإيميل كل يوم رح يوضح عندي أنه أنت حاضرة الأيام هذه كلها يعني الوقت اللي حضرتيه فرح يبان معي لا تشيلون هم التحضير اللي خارج الجامعة يخذون شهادة حضور إذا حضروا أربعة أو خمس أيام إنه عم يخذون الشهادة البرنامج ما هو تابع لجامعة معينة برنامج قيود هو برنامج نظام محاسبي سحابي يتم ربطه أو الاشتراك فيه من خلال المنشآت أو أصحاب المتاجر الصغيرة أو المتوسطة هو عبارة عن نظام محاسبي يحسب لك التقارير وتقدر من خلاله تضيف فواتير المبيعات والمشتريات وغيره فهو متابع لجامعة معينة هو شركة أو مؤسسة مختلفة يعني ما لها علاقة بالجامعة أو ارتباطها بجامعة اللي يسأل الرابط موجود على أي جامعة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مجتمع المحاسبة رح يكون فيه الرابط على تويتر موقع الجامعة على تويتر الخاص بمجتمع المحاسبة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدعم الفني تقدرين تتواصلين معهم بالاتصال أو كمان تقدرين من خلال اللي هو اللاحظ عندنا هنا الأيقونة هذه اللي هي المحادثات لمن تدخلين على البرنامج رح يكون عندنا هنا send us message أو هو لمن يكون باللغة العربية بيكون أرسل لنا رسالة رح تتواصل معهم من خلال الرسائل اللي موجودة هنا عادي اللي يبقى يطلع الحين ما في مشكلة حتى لو دخلت ساعة سبعة ما في مشكلة اللي غير اللي مو من جامعة الإمام يقدرون يدخلون نعم ما في مشكلة تقدرون تدخلون عادي الشهادة بتكون بالاسم اللي في الزوم لا ما رح تكون بالاسم اللي في الزوم بعدها رح يكون فيه استبيان تسجلين في اسمك رح يوصل هذا الاستبيان لكل الأشخاص اللي حضروا أربعة أيام على الأقل ومجرد بتسجلين اسمك الثلاثي رح يكون هو اللي موجود في الشهادة عندنا هنا زميلنا أحمد يسأل إذا خلصت المحاضرة نعم خلصت محاضرة اليوم زي ما قلنا بحاول يعني أني أعدلها البكرة يتم إرسال دورة اليوم وبكرة إن شاء الله دورة اليوم وأمس عفوا واللي حاب يطلع الآن ما عنده مشكلة اللي حاب يسمع الأسئلة والأجوبة كمان ما عنده مشكلة رابط البرنامج زي ما قلنا موجود على التويتر لمجتمع المحاسبة لجامعة الإمام عبد الرحمن من فياسة ما في مشكلة عندنا هنا زياد الغانم بالنسبة لتسجيل الاسم رح يكون تسجيل الاسم لاحق فما عادي يعني ما في مشكلة عندنا هنا زين العطاس لا الاسم موجود مو بدون اسم بعد الستة شهور رح يتقفل الحساب ايه بعد الستة شهور يتقفل الحساب بالنسبة للي يسأل إنه يتقفل الحساب كامل ولا يصير يطلب اشتراك إذا كنت حاب تكمل مع قيود ممكن تشترك معهم وبعدها تطلب نقل من الحساب هذا اللي هو الجامعي إلى الحساب العادي فممكن دعم الفني يسأل لك نقل اشتراك ترجمة نانسي قنقر اي شخص يبغي يطلع ما في مشكلة في اي وقت دخل عادي اساسا تقريبا جاوبنا على كل الاسئلة اللي موجودة اي شخص يبغي يطلع ما في مشكلة في اي وقت دخل عادي عندنا هنا روان الغامضي تسأل اذا تقدر تدخل الدورة تحضرها وبعدين تشوف اللي فاتها ما فهمت كثير سؤالك يعني انت فاتك جزء من الدورة ولا فاتك اليومين ولا اشي اللي فاتك ببط وحب يعني ترجعين تشوفينها العفو ماهر حياك الله الله يعفيك احمد ان شاء الله الوعد بكرة بإذن الله السجيل قلنا رح نرسله ان شاء الله بكرة انتفاتك اليوم يعني وامس حضرتي اه اه يعني في شخص ثاني اه يبقى يحضر اللي فاته و يعني يومين طيب اه هذه انا ما عارف يعني اذا رح يحضر اه فعلا او لا اه يعني يعني احنا ممكن يكون في شخص ماعد يحضر الايام الجاية ويقول انا حضرتها مسجلة فارسلوا لي شهادة فبكون شوية صعب عشان كذا احنا حددنا من البداية اللي يحضر جميع الايام او على الاقل اربع ايام لو يعني نقص عدد وقت الحضور مثلا ربع ساعة نص ساعة ما في مشكلة اذا كان اذا كان شخص واحد فقط عندنا هنا روان الغاملي اذا كان بس شخص واحد ممكن يحضر اليومين الثلاث ايام الجاية عفوا وبعد ما يحضر اليومين يعني يتواصل معنا بس انا ما افضل الطريقة هذه لانه راح يكون فيه كثير بالشكل هذا عندنا هنا عبدالعزيز بتاني هل الدعم الفني تجاوبهم سريع ولا بطيء لانه كبدايما البنامج احتاج يكون التجاوب سريع على حسب الاسئلة طبعا هم يبدون بالاسئلة الاقدم حتى الاسئلة الاجد فاذا كان فيه استفسارات كثيرة ممكن يكون فيه ضغط يعني لما يكون فيه ضغط راح يكون شوي أبطأ من لما يكون يعني قليلة الاسئلة فاذا كان انت طالب وحاب اتطبق فانا اشوف ان الطبق والاسئلة اللي تواجهك تسألني اياها اثناء الدورة فاحنا اساسا نسوينا الدورة وتاركها وقت انا الاجابة على استفساراتكم لهذا السبب لكن في الايام الجاية اذا انت تعمقت فيه وعندك اسئلة ممكن ترجع لهم لكن الحين انت ممكن تسأل على اشياء في الايام الجاية احنا رح نتطرق لها فشوي شوي حاول اتطبق الاشياء اللي اخذناها خلال يومين لو كان عندك سؤال بعدها انا اجاوب عليك طيب اذا كنت محاسب اساسا فما في مشكلة انت اكيد بتكون يعني عندك خلفية بالانظمة المحاسبية غير لما يكون طالب اكيد فبالتالي عادي يعني انت تقدر تسأل تسألهم كون تقدر تتواصل معهم يعني بالاتصال وراح يردون عليك اكيد زي ما قلت هم موجودين 24 ساعة خلال ايام الاسبوع كاملة ففي اي وقت تقدر ترسلهم وراح يردون عليك بالعفو خوي عبد العزيز حياك الله بالنسبة لسؤال محمد سلطان وش هي اشهر البرامج المحاسبية زي قيود في زي دفترة اسماك بس اسماك يحتاج تثبيت يعني برامج كثيرة فممكن يعني تبحث وتشوف عندنا هنا سؤال زميل ماهر هل استطيع عن طريق المنتج الاولي اتوقع قصدك المادة الاولية معرفة اوامر الصرف اللي دخلت فيه تصنيعها للحصول على التقرير المواد الاولية اذا قصدك في اوامر التصنيع لما تدخل في اوامر التصنيع سؤالك مو واضح لكثير اخوي ماهر ممكن توضحه اكثر اذا كنت باقي موجود لا المحاضرة اليوم اساسا الى ثمانية ونص فهي انتهت فاللي حاب يطلع ما في مشكلة العفو ثير الغامض يحياك الله طيب احنا تقريبا جاوبنا على كل الاسئلة اللي موجودة وتركنا وقت طويل للتطبيق فاتمنى انه اللي حضر وفاتح البرنامج يكون فعلا طبق والسفاد من هذا الوقت شكرا لكم بالحضوركم جميعا يعطيكم الف عافية وان شاء الله نراكم غدا باذن الله راح يكون الوقت من ساعة سبعة الى تسعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر